المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع عدد من الوزرات ومؤسسات المجتمع المدني نظامة حفل إزفاف جماعي الميت شاب وفتاب المركز الرياضي للمنطقة المركزية العسكرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصل التواصل الاجتباعي كمان إدارة الموسيقات العسكرية احتفلت بانتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للموسيقى للكونسرفاتور بأكاديمية الفنون الاحتفالية تضمنت فيلم تسجيلي قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التي تم تنظمها أيضاً من بارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة منها متابعة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لخطوات تعزيز التعاون في الصناعة بين مصر والإمارات والأردن أيضاً استلام ودعوة للمشاركة باجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرزيلي والحكومة نفت الشائعات الخاصة بإلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول باعنها لتحديث بطاقة التموين في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات اللي تم اتخاذها في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة ما بين مصر والإمارات والأردن وده من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة بتخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة كمان امبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي مع دكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية وعسمر شافي رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية وتسلم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصاد العربي البرازيلي اللي هيعقد في ساو باولو في يوليو اللي جاي امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعنها لتحديث بطاقة التموين وزارة التموين قالت إن دا مش حقيقي وإن عملية التحديث متاحة من أي هاتف محمول لأي شركة المهم إنه يكون رقم التليفون متسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بيانتها امبارح كمان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرر في اجتماع الطارق لمناقش تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين تسليم كل من سدت كامل قيمة سلعة معمرة أو سيارة تم حجزها قبل 12 إبريل السابق دون تحمل أي عبء إضافي أما بالنسبة لجولة المحافظات فمعانا مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت مبارح في المحافظات واللي منها تطوير شبكة الكهرباء في شمال سينة بقيمة 9 مليار جنيه وكمان بدء حمل الطرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا في إسكندرية وأخبار تانية من الإسماعيلية وأسوان وكافر الشيخ أخبار كتيرة حصلت مبارح في المحافظات البداية من شمال سينة اللي تم فيها تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بقيمة 9 مليار جنيه وقال محافظ شمال سينة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن وزارة الكهرباء بتقوم بتنفيذ محطة كهرباء في العريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد واللي هيسهمه في تغذية المشروعات بالطاقة الكهربائية في الإسماعيلية تم افتتاح طريق صوامع القمح بأبو سوير واللي بيساهم في تأسير حركة سيارات نقل القمح إلى الصوامع والطريق طوله 1.1 كم وتكلفته 9.3 مليون جنيه فأسوان قال الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة إنه تم تنظيم قوافل طبية على مدار يومين شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية وتم إجراء الكشف الطبي على 1012 مواطن بالمجان في كفر الشيخ تم رفع وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية بتكلفة مالية 715 ألف جنيه في الإسكندرية تم بدء حمل الطرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا واللي بتستهدف استكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن من قاطين الإسكندرية وزورها واللي أعمرهم 12 سنة وأكتر اشتركوا في القناة